ابدا ان احنا نتناول حد ولكن في رئيس نادي تناول النادي الاهلي بشيء جايد جدا المهندس فرج عامر لما قال شكرا بيبو ده تعقيبا على عارة صلاح محسن ومحمد عبد المنع المدافع النادي الاهلي لنادي سموحة حقيقي انا سعيد بقرار خروج صلاح محسن صلاح محسن محتاج يلعب صلاح محسن محتاج يشارك اكبر قدر من الدقائق لعب بعده عن الملعب اثر عليه وصعب جدا وسط ضغوط النادي الاهلي ووسط اللعب على كل البطولات وسط مهاجم اجنب انت بتجيبه صعب جدا تاخد مساحة تخليك تجيب مستوىك الا لو انت لعب عندك خبرات ترقومية وده لسه ما بقاش عند صلاح محسن فتجربة سموحة انا شايفها اكون مناسبة جدا خاصة وان اللعب عنده طموحات انه شارك في الاولمبياد لانه كان احد لعيبي الفريق اللي حصل بطولة افريقيا فدي النادي الاهلي قتاح له الفرصة انه يلعب على اساس انه يشارك في الاولمبياد لكن انا برضو سعيد بالسنتر باك محمد عبد المنعم الحقيقة انا بعتبر ده ثروة واحنا اشرنا ليه في البرنامج ده لما استعرضنا افضل فريق للشباب بعين الاهلي خط احمر بمساعدة طبعا الكابتن اسامة حسني وزمالنا فاروق صلاح عادنا حطينا تشكيل لعام 2019 كان محمد عبد المنعم احد افراد هذا التشكيل والحقيقة محمد عبد المنعم لعب مباراة والدية امام قتلتكو مدريد اللي النادي الاهلي لعابة كان وقتها انضم اكثر من لعب من اندية اخرى شارك مع النادي الاهلي ده طبعا التشكيل المثالي الحمد لله يا احمد موليد 99 من 97 بس هيفضل برضو موليد 99 انا اتوقع او اعتقد او عندي ثقة كبيرة في ان اللعب ده هيرجع بداية من الموسم القادم وهيجد مكان له في تشكيل النادي الاهلي الاساسي ان شاء الله محمد عبد المنعم صفقة كبيرة جدا وصفقة مهمة جدا ومن ابرز المميزين في مركزه والاهلي بيحتاج في المركز ده العبي كويس انك تجهزه في منافسات قوية بزا بزاعة ضغط بزاعة ضغط بزاعة ضغط